من الحاجات المهمة جدا تخص بقى لجنة أو اتحاد الكرة لسه قبل ما نروح لي لجنة المسابقات موقف كهرباء النهائي من المشاركة هل يشارك أم لن يشارك مع النادي ديالي في المستقبل القريب لذا موضوع شائق شوية والخصاب اللي جاء من اتحاد الدولي يتفسر على أي جانب وإحنا حقا منورر الاستاذ وريد العطار بعض عشاني يجي رد واضح من الاتحاد الدولي فكل الردود اللي بتيجي من الاتحاد الدولي بنبعث على طول النادي الأهلي يعني لحد هذه اللحظة ما فيش رد قاطع بخصوص مشاركة كهرباء لا أبدا أرجع للجواب الأولين اللي هو القافل هو الست شهور وبعد كده من حق النادي أنه هو يتظلم من اللاعب أنه هو ما دفعش اللي هو ندي الزماج ومفروض أنه هو يرجع على النادي بعد ثلاث فترات قيدة اللي هو ندي للخارج يعني اللي كان فيه لكابتن كهرباء ده الخطاب اللي جاء يعني معلش يا كابتن عامر وسامحني في الأسئلة المتكررة يعني لأهل الوقت لو حب يشارك كهرباء في المباريات القادمة ليه له الحق ولا ملوش الحق أنا أقول لأ حضرتك أنا أكلمني في المسادة سأرد عليك على صور آه مائش أنا أقول لك على الخطاب اللي جاء تفسيره كده آه نعطي من وراء الزرية يعطي يبعث يعني إلعب ولا نعبش يرد عليه نفس المسادة الحكم الأولين الخالس اللي بقوله الحضرتك ده طيب